أنا من المسلسلات الكتير بحبه وبحترمه يعني مسلسل رياح الخمسين بس فيه جزئية لفت لإلي النظر فيها أنه هذا الإنسان هذا الفنان كان بالنسبة لكتير من الصبايا الكراش بمسلسل رياح الخمسين يعني حتى في التعليقات الكراش الطفولي ويبعثوا لبعضي بتنبسط به الأصص ولا لا؟ وبصراحة ألا تداعي بجزء هيك من يعني حلوة هي منيحة ألا أعطيك العلم ألا أعطيك هل أنت اللي أقول عليك كراش مؤسس طبعاً بس أنا ما كنت بعرف شو أنا أنت كراش أنت كراشي أنا كنت دائماً في هيك كانوا يكرشوا عليك أما أنت كراشت أما أنت كراشت أما أنت اللي كراشت شو يا عرمج ليش معناك بحتم بوزنا أول شيء شكراً كتير على الأطراء بحب وجهة تحيي لكل الناس اللي بتعرف تطوخ شاطر الطبخ لك مرأة الطبخ طبعاً من أمي بس فيما بعد يعني فعلياً هو عن جد بالسنين اللي قضيتها بميونيخ بالمسرح فأنا كنت كل يوم المساء حتى لو كان الوقت متأخر حس دائماً أنه لازم أعمل رياضة لا مو رياضة طبخ طبخ سوريا حقيقي لا أنا دلي قلت بألمانيا وبالليل ولو آخر نهار انزل اركدلي شي ساعة زمان يعني حس حالي دائماً أنه أنا أنا عم استحضر المزاج النكهة المزاج النكهة ايه تابعنا السوري في كتير أصدقاء كانوا يجل عندي قالوا انت هاي شو هاي قنصلية هي ولا تسافرت سوريا عندك بالبيت شو أكثر شي شاطر بطبخه بصراحة شو بتطبخ أكثر شي كل شي تخير طبعاً تعلم منك وقصة إقناعك سهل لا عنيد يعني بس في يعني أصد اللطافة تنفع معي كتير إلى دور يعني بتمشي بالمسايرة ممكن حدا يسايرك ياخدك بالهداوي فبيقنعك لا أنا بعرف إذا اللي عم بحكي معه وعم يسمعني واللي عم يدعي إنه عم يسمعني لأني أنا بعمل هاته تكنيج كتير ممكن طلع بتحكي معين الصاعة وانت عم بتقول ايه؟ مظبوط بصراحة نحنا بنعمل هيك نحنا كموزعين بكون عم نعمل هيك فأنه الاستماع غير الاصغار مية بمية وغير الفهم مرات كتير حسب محكي�� انت عم اتنفخ ب.. شو بيقولين؟ بقربة مؤطوع قرب المسقول فالدماء يعني أدركو ذلك بعرف إنه أنا عم عم بيعكي مع حدا يعني موهم وشو عم بيعكي هامو أنك تكون بالمسالسة لأنك لأسباب ما بتعنيلي أنا مش لأني ممثل كويس مثلا في محلات كتير أدركت أنه عم يتكرر نفس المحل أنه هون هون لازم يكون تنميت ما بعرف شاب مدري شو تنميت ابن العائلة المستهتر الغني يعني أنا مرأة لئي 3-4 سنين ما في نصريت وغير في كف أنه لازم أكل كف من الأم أو من الأب أو من البعدين يعني أنا صرت كويسة عمري 40 سنين ما معقول نضل لأكل كفوف بقى لا منعكل كفوف ليش ما تزوجت له هلأ أوه ليش ما تجوزت بس إن شاء الله يصير عندك برنامج تستضيفني فيه بعدك جعبك على السؤال ليش ما تجوزت طب لو تجوزت كنت تسألني ليش تجوزت لا بس أنا متأكد أنه في كثير صبايا ناطرين هذا السؤال ممعول ما نكون لسان حال الناس يعني يا أخي مجد ناطر ناطر لسان حال الناس ناطر؟ ناطر شو؟ هلأ كنت أم موديك لا ده كف الفايل شو ناطر؟ وراء وقصاص لا لعن جد دفاع الصباح بالده شو شو ما أنا بمأنه هذا المشروع بمخططاتك؟ طبعا بأي لحظة مناسبة بكم يعني مش هدف هو بيصير بس ممكن يصير ممكن ما يصير ممكن يصير وممكن لا فكرة العيلة شو شو بتعني لك يعني أنت قلت لي أنا أعمل مشروع بالمعهد اسمه عائلتي لأنه بتعني لي كثير أو أنت قلت لي أنك قلت لي بجوز ما يحب بس أنا أجيت من ألمانيا في شيء مدفوع بالعاطفة تجاه عائلتي مثلا تجاه الأشخاص اللي بحبهم فكرة العيلة بالنسبة لك قدي بتاخد منك قدي حريص على وعيضا لأني كنت أمام سؤال حقيقي هناك أنه خلص لك تأشكل أمرك الموضوع مو سهل بالنسبة لي يعني بعد ما بتقضي خمس سنين أو ست سنين خلص لازم تعيش هناك بتالي معناتها في شي مرسوم لحياتي ما مو زبطة معي أنه شي مرسوم يعني أنا عايش هناك بصير بيجي بالصيف هيك لا خلص